حيامل أكتر الأفكار المرعبة أن يكون فيه أسرة واضطرة تتعامل وتتعايش مع فرد من أفرادها ولو كان مدمن تحديداً فكرة صعبة جداً 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 ومرعبة وأحياناً بتحتاج لترتيبات وتعامل بحكمة عشان نقدر نتعامل مع الموقف حتى لا يتمدى في الإدمان أكتر وأكتر عشان نقدر كمان نعالج الموقف بشكل سليم عشان كده وزارة الصحة كانت نشرت بعض التوصيات اللي من خلالها نقدر نتعامل مع المدمن ونبدأ معاه رحلة العلاج طبعاً ما نقدرش ننسى هنا يعني فضل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي اللي قايم بدور مهم جداً ولكن خلينا نقولني فيه سيناريوهات مرعبة جداً في التعامل مع المدمن من الناس اللي بتتعايش معها للناس اللي بتبقى عنيفة جداً معها وصولاً للمنطقة الوسط اللي هي بتعرف تعالجه خلينا نتكلم عن السيناريوهات التلاتة ونعرف الطريقة الصحيحة في التعامل مع المدمن لو كان صديق لو كان عايش معنا في البيت لو كان أحد أفراد الأسرة إزاي نعرف الأصل من الموضوع ده إيه العلامات والدلات اللي بتؤكد لنا أن عندنا مدمن في البيت وإزاي نقدر نتعامل معها ونعالجها ضفتنا نهاردة دكتورة أولفة علامة سشاري العلاج النفسي والإدمان اللي حتكلمنا عن هذه المحاور بالتحديد أهلاً باركاً دكتورة أهلاً بيك السيناريوهات التلاتة للتعامل مع المدمن من الأقل إلى الأعنف مروراً بالمرحلة الوسطى اللي هي الأفضل نقدر نتكلم عنها إزاي؟ طيب هو في الأول مرض الإدمان من الأمراض صعوبتها في أنه بيبتدي بالتدريج يعني اكتشافه بياخد وقت ما بيبقاش صعب يعني أنا بلاقيش علامات واضحة على طول على الإبن أو البنت اللي في البيت فأقول آه ده واحد اتنين ثلاثة كده بقى مدمن لا هي بتحصل بالتدريج يعني بتبتدي الخسائر أو المشاكل تبدأ بالتدريج عشان كده بياخد وقت عبال ما بيكتشف لأنه في البداية هو الحاجات ممكن تبتدي ببساطة تغيرات بسيطة في السلوك بتبتدي بإهمال دراسي فنقول مثلا لا ده المرة دي أنه هو أو هي مكتئبة شوية أو ضغوط شوية فالأهالي بيبرروا بيلاقوا تبريرات لكن دلوقتي بقى فيه انتباه أكتر بقى فيه ثقافة أعلى ووعي أكتر بين الأسر عشان الاكتشاف المبكر عشان منقدرش نقعد لحد ما يبقى فيه خسائر كبيرة قوي وبنبتدي نتدخل ففيه بقى تعلمات واضحة وبقى فيه تركيز على زيادة لوعي الأسر والمجتمع بالعلمات دي إنه إحنا بنبقى فاهمين ولادنا كويس وعارفينهم وعارفين صفاتهم الشخصية وملامحهم الشخصية فبنبتدي نركز مع الصعوبات اللي بتظهر عليهم دراسيا بدأ يبقى فيه مشاكل اجتماعيا بدأ يبقى فيه انعزال بقى يعد لوحده كتير بدأ يبقى علامات على ملامحه يعني بدأت تزيد في الأحمرار فيه عرق فيه طلبات للفلوس أو لماديات أكتر من المعتاد فيه حاجات من أدواته بدأت تضيع يعني مثلا يجي يقول أن الموبايل بتاعي اتسرق أو ضاع أو ما بقاش موجود بقى فيه شوية علامات بتقول أن احنا لأ بدري ناخد بالنا أن فيه مشكلة ونبتدي نعمل تقييم للمشكلة دي وده بصراحة المجهودات كتيرة بدأت في الفترة الأخيرة على مستوى الإعلام وعلى مستوى وزارة الصحة وصندوق مكافحة المخدرات علشان نبتدي يبقى فيه فعلا انتباه ووعي مجتمعي وأسري مبكر للتجاوب مع المشكلة دي طيب دكتور يعني بجانب الشق النفسي للإدمان وهو طبعا الشق الأكبر أو العالم العامر الأكبر في البعض بيتحدث عن أنه الجينز ممكن تكون أو الجينات ممكن يكون لها عامل أيضا في الإدمان وأنه فيه أشخاص مستعدة أكتر أو عندها قابلية أكتر للإدمان هل ده سليم؟ طبعا سليم لأنه عادة يعني أي أمراض بتتنقل عندها فرص أكتر أو يعني أن أولادهم عندهم احتمال أكبر لزهور المرض اللي هو عنده يعني قرس جيني لكن عمره مكان يعني أكيد يعني مش كل الناس اللي بتبقى عندها سكر أولادهم بيطلع عندهم سكر اللي عندهم قلب بيطلع أولادهم عندهم قلب لكن عندهم فرصة أكتر أو احتمالية أعلى لأنهم يبقوا مصابين زي إيه مساء يا دكتور؟ زي إيه بمعنى؟ يعني هي في الجينز إيه الجينز اللي ممكن تكون مسؤولة عن أنه الشخص يكون عنده استعداد أكثر أو قابلية أكثر للإدمان الجينات أصلها عوامل وراثية فإحنا زي ما يكون لما بيبقى مثلا أهلين شعرها أسود بنطلع شعرنا أسود هي بتبقى عوامل وراثية بتتنقل عبر الجين لو مثلا حد من أوليان أمور على سبيل المثال كانوا مدمينين سابقين يبقى احتمالية أن أحد أفراد الأسرة اللي هم الولاد احتمال يبقى عندهم لكن هنا بقى بيبقى مهم عشان كيف بقول لحضرتك الأمراض المزمنة زي السكر أو الضغط أو القلب مش لازم أنا عشان عندي بالضبط رغم أنه ده حاجة إرسجيني فهو نفس الحكاية بالنسبة لمرض الإدمان مش كل أب أو أم كانوا بيعانوا بالمرض ده أو جد أو عم أو أي حد من أفراد الأسرة يبقى ابنه مباشرة أو بنته هتبقى حاملة للمرض لأن الوسط البيئي مهم جدا عشان كده بنقول هنا التدخل في التربية بتبقى من العوامل المهمة قوي اللي بتعيد صياغة التأثير الجيني ده أو بتحد من التأثير الجيني هل في أولويات في العلاج؟ يعني هل في خطوات لو بدأت مرحلة العلاج بعد اكتشاف أنه هو يعني مدمن أو متعاتي؟ هل في أولويات مفروض على الأب أو الأم يعملوها؟ طبعا هو الاكتشاف المبكر ده حاجة مهمة جدا والدراسات الحديثة لقيت أنه علشان أعمار الأولاد بدأ يبقى أقل يعني إحنا الأول كنا بنشوف أنه بيبتدي يتعاطى مش يبقى مدمن يبتدي يتعاطى ويكتشف ويتعرف على المقدرات من سن 16 و17 و18 إحنا الوقت لقينا أن السن بقى أصغر بيبتدي من 10 ومن 11 سنة فبدأوا أنه يقولوا أنه لا إحنا محتاجين مجهودات وانتباه أعلى لأن إحنا أولا نعمل وقاية وكمان نبقى بنكتشف التغيرات السلوكية مبكرة لأنه كتير من الولاد والبنات لما بيبتدوا في التعاطي في سن مبكر بنلاقي أن عندهم صعوبات أو عندهم مشاكل في طبيعة شخصيتهم فبقنا نقول أن الناس اللي ممكن نكتشفهم مبكرا بنحميهم من أنهم يوصلوا أنهم يبقوا حاملين لمرض الإدمان كمان أنه بدأت المدارس وبدأت التوجهات المجتمعية يبقى مهمة قوي أن احنا نعمل الوقاية دي الوقاية دي بأن احنا نديهم مهارات سلوكية نعلمهم إزاي أنهم يبقوا بيقدروا ذاتهم إزاي عندهم ثقة بالنفس إزاي أن يتعلموا حال المشاكلات مبكرا لأن ده لقوها أنه من أكتر الحاجات اللي بتساعد على الحماية والوقاية منه يبقى عندهم قدرة على الرفض كمان آه ثقة بالنفس أو يعني تأدير الزد دي أننا أقدر أقول لها ما حد يجاي يقزيني يقوله لا ده بيقزيني أنا مش هقدر ما يبقاش عنده رغبة في أنه يطيع اللي حواليه حتى لو كانت الطاعة دي بحاجة بتقزين فالمهارات الحياتية دي لما بدأوا أنهم ينتبهوا أنه مبكرا يتعلموها البنات والولاد في المدارس قبل سن المراهقة وأثناء المراهقة كانت من العوامل المهمة قوي اللي بتحمي من الوقوع في مرض الإدماء لو لا قدر الله في أولياء أمور أو عيلة اكتشفت أن فيه فارد من أفرادها مدمن طريقة التعامل المثلة في الوضع دائي خاصة أنه طبعاً بيبقى وقع الصدمة قوي جداً أحياناً فبتبقى ردود الفعل مش سليمة وبتبقى غير موفقة أحياناً فيه أسر بتقصوا جداً على هذا الفرد فيه أسر بالعكس بتحاول أنها تلبي كل الطلبات عشان تحاول أنها تقنعوا أنه يتعالج بيبقى فيه مواقف مختلفة وحنم نتكلم الحالات دي الحالات الإكستريم أو الحالات اللي بيقام مبالغ في رضف عليها إن كان بالقصوة أو حتى في التعامل الماريني طيب هو الأول الأهل عادة في مجتمعاتنا بيعانوا من حاجة صعبة أو هي الإنكار في بداية الأمر بيبتدوا أنهم ينكروا أن فيه مشكلة فبيحاولوا يتعاملوا زي حضرتك بتقولي كده بالطرقتين دول إنه لا يبقى فيه إذا ده أنا ستا ربيك أنا حربيك من أول وجديد فيبقى فيه قصوة وصرامة شديدة جداً وحاطة ورفض للمشاكل اللي بتيت تظهر على البنت أو الولد أو إن أنا يحس بالزنب أو بالتأثير فيروح الناحية التانية تماماً فيبتدي يلبي كل الطلبات ويجيب كل التسهيلات ويبقى حاس إنه لأ ده أنا واضح إن أنا أهملته وواضح إن أنا ويبقاش فيه إدراك لحجم المشكلة فدي المرحلة الأولى اللي إحنا أحياناً كتيراً بنعاني فيها مع الأهالي في إن إحنا نبتدي نديهم توعية بإنه ده مرض ده مش اللي تأدب مش نقصة تربية إحنا محتاجين تدخلات ومساعدات بطريقة مختلفة هنا لازم بيبتدي يحصل بصيرة للأهالي عشان كده في البرنامج بتاع التعافي بتاع المدمنين دور الأهل مهم جداً جداً وتقريباً بقى ليهم برنامج لتعافيهم أو لتوعيتهم موازي لتعافي المدمنين يعني بيبقوا ماشيين في نفس التراك المؤسسات العلاجية بقيت تعمل لهم لقاءات واجتماعيات واجتماعات وتوعية وتسقيف ودعم نفسي واجتماعي علشان يقدروا إنهم يوكبوا المراحل اللي بيمشي فيها المدمن فلازم الأول نبقى نعمل تقييم للموضوع نبقى متزنين فيه أو نبقى فيه شوية حكمة للتعامل مع المشكلة وعشان أولاً يبقى فيه تدخل مبكر لأنه حالة الإكستريمز دي التدخل المبكر دي دكتور اللي هو التوجه للجهة المقتصة أيوة للطلب المساعدة لأننا لما بطلب المساعدة ده مبكر ده بقلل من خسائر ومن أضرار ومن تبعيات أنه المدمن أو المدمنة تبتدي أنها تبقى تدهور أكتر أو بتاخد مخدرات أكثر صعوبة التخلص منها فبقدر أننا في المراحل الأولى دي التجاوب معها بحكمة وبواقعية وبهدوء أننا يعني أتخلص من المشكلة دي بشكل أسهل الحكمة والواقعية والهدوء هو السيناريو الأمثل للتعامل مع المدمن في حال اكتشفنا ده ما ننساش أيضا لو حصل حاجة زي كده نتوجه بالاتصال لسندوق مكافحة المخدرات والتعاطي اللي وزارة صاحب بأمانة شديدة يعني مكسفة جهودها جدا جدا من خلال وجوده في كل محافظات الجمهورية العلاج بالمجان وتقديم النصيحة بالمجان الوصول لأقرب مركز وحصول على العلاج منه بالمجان كل ده خدمة من الدولة من أجل القضاء على هذا المجانب شكرك الدكتورة أولفة علام مسل شارع لاجل نفس الإدمان نورتنا وشرفتنا وكلمت معنا عن هذا الأمر بالتفصيل شكرا جزيلا لحركة